خلال الأعوام الثمانية عشر الأخيرة تحول المغرب من بلد هجرة وعبور إلى قبلة لأعداد متزايدة للمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ولجئين من مختلف البلدان هذا التحول وكبه المغرب من خلال تبنيه سياسة جديدة للهجرة في العام 2013 تؤكد على الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين سنة بعدها تبنت المملكة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي شملت سبعة وعشرين هدفا محددا وأحد عشر برنامج عمل وأزيد من ثمانين عملية منبثقة من هذه البرامج في هذا الإطار أطلق المغرب حملتين غير مسبوقتين في المنطقة في عام 2014 وعام 2016 لتسوية أوضاع المهاجرين تمت خلالها تسوية أوضاع خمسين ألف مهاجر تسعون في المئة منهم ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء بالإضافة إلى استفادة ألفي مهاجر من برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم وإلى جانب عملية التسوية الإدارية تتيح الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء للمهاجرين الولوج الكامل إلى الخدمات العمومية والشغل من استفادة آلاف الأطفال من التمدرس وتوزيع آلاف بطاقات التغطية الصحية رماد على المستفدين بما في ذلك التصويت في الانتخابات المحلية سياسة الهجرة في المغرب تؤكد في نفس الوقت على المحاربة الصارمة لشبكات الهجرة غير الشرعية ومافيا لتجارف البشر من خلال تبني مقاربة أمنية عن طريق تشديد الخناق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال تهريب البشر وفي إطار مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب يشتغل المغرب على تنقيح وتعزيز القوانين في مجال تصنيف هذه الأفعال ومعالجتها من قبل جميع المؤسسات المعنية خصوصا الشرطة والقضاء من خلال التكوين